موسيقى السلام عليكم عزيزي الطالب وحلقة جديدة من تدريس اللغة الانجليزية موضوع اليوم طبعا يختلف عن المواضع الأخرى يعني الطلبة كلها تريد أن أشرح القطعة الخارجية فاليوم راح أشرح لكم القطعة الخارجية للامتحانات سواء كان امتحان نصف السنة أو امتحان أخير السنة فانتبه لي هواي طلبة أنه يعني ما تعرف تحلل القطعة الخارجية لو تواجه صعوبة بالقطعة فهي القطعة الخارجية تجي بالسؤال الأول طبعا بالامتحان تجيك بالأسئلة هي السؤال الأول دائما يجيك فرعين مثل فرع تجيك أسئلة وأجوبة وفرع يجيك سؤال true or false أو تجيك يعني سحة وخطأ فانتبه لي لازم تعرف يعني هواي شغلات تخص الأسئلة حتى أنت تعرف جاوب القطعة القطعة هي عبارة عن قصة قصيرة كتبوها ودائما تجيك أو أكثر يعني أكثر الأحيان تجيك بالزمن المضار البسيط يعني شون زمن المضارع البسيط يعني الأفعال تكون يعني فعل بالماضي البسيط يعني لو أضافت ed لو تجيك مثلا شادة أو تجيك بالنفيديدينت أو مرات تجيك بالوز والوير فانت لازم تنتبه الأفعالك وتنتبه للكلمات الموجودة بالقطعة طبعا تقرأ القطعة التي تقرأها يعني أنا سوي لكم مثال عليها يعني على ما تعرفون شو تنحل فلازم تقرأها مرتين تقرأها أول بداية يعني قرأها هي شي على كيف بعدين تقرأها وتخلي لا ينخط على الكلمة اللي تعرف معناها طبعا أكو بيهم ما يعرفون معاني هواية وأكو بيهم ما يعرفون الكلام شنو بالأصل فحتى أنت تعرف تجاوبها وتضمن جوابك صحيح فأنت بهلي أول بداية لازم تعرف أنه الخطوات اللي راح أشرحها إليك وبعدين نجي ناخد المثال هنا فانتبه لي أدوات السؤال أنت لازم تعرف أدوات السؤال شنو يعني أدوات السؤال أدوات السؤال الرئيسية طبعا اللي تجيك شنو يعني أدوات السؤال يعني أنه السؤال يبدأ ب W H سؤالك يبدأ ب W H مثلا عندك ال what عندك هنا ال where ال who ال why ال when how many how much how long طبعا هو هواية بعد أكو أسئلة بس أكثر شي الأساسيات إنه هذن اللي يجن اللي موجودات فwhat معناها ماذا تسأل عن كل شي موجود ال where تسأل لك عن المكان إذن إحسا ال where تسأل لك عن المكان من تروح القطعتك وتقرأها وشوف مثل كلمة school شوف كلمة garden شوف مثل market shop مثل مكان إنه يعني جوابها يكون من ضمن ال where لأن ال where تدل على المكان هنا عندك المن للعاقل يعني إذا أنت شوف مثل تروح القطعتك شوف مثل كلمة علي كلمة أحمد كلمة جون يعني هو يسأل لك عن my father my mother يسأل لك عن الموجودين هنا ال why معناها لماذا ومراتنا تلقاها بال because موجودة بالقطعة هنا ال because ال when ال when ال when معناها متى ودل على يعني الزمن مثلا هنا بالقطعة من تريد تدور مثلا عندك ويت مثل أسبوع هنا عندك 10 months 10 أشهر فال when متى ادل عن الزمن زين how money how money كم العدد طبعا تجي العدد أشياء موجودة أنه العدد how money بعد how much how much لو تجيك عن السعر لو الكمية الغير معدودة how much ادل عن السعر أو الكمية الغير معدودة how long how long المدة how long المدة مثل كم المدة اللي انت جلست بها هناك كم المدة اللي سافرت بها كم المدة اللي درست بها هذه أسئلة تجيك بالبداية تجيك بالقطعة الخارجية فأنت كل أداة سؤال لازم تعرف معناها شنو حتى تقدر تجاوب الأشياء على الأقل كم كلمة أنت تعرف معناها تقدر تجاوب الأشياء الموجودة طبعا هاي كطريقة حتى أنت تعرف معنا ما للسؤال شنو زين أكون نوع ثاني من الأسئلة اللي هي الأفعال المساعدة مرات ما تجيك بالبداية لأداة السؤال الرئيسية يجيك الفعل المساعد بالبداية هنا هنا فعل مساعد يعني شنو فعل مساعد يعني did طبعا أكثر شي جديد لأنه الماضي البسيط do does is are was where يعني بعد هو هي will would might may هاي دائما تجيك يعني أفعال المساعدة إذا أجدتك الأفعال المساعدة جوابك يكون yes or no جوابك يكون yes or no مثلا بالyes يكون جوابك مثبت الفعل المساعد والفاعل بالno يكون جوابك من في الفعل المساعد way or not والفاعل مثلا yes he is مثلا or no he isn't كون الهي والإز موجودات عندك بسؤال وون تسويه مثلا عندك did بدأ السؤال عندك did تريد تقول yes yes he did بالno no he didn't هالشكل هذا إذا يجيك بالفعل المساعدة يكون جوابك yes or no إذا تجيك بأدوات السؤال لا ها سنشوف الطريقة الشون اللي نحن بها أدوات السؤال بعد أن هطيتك آني المعاني فانتبهني هنا يعني مرات إذا ما يجيك هالشكل لو ما يجيك هالشكل أكو مرات بالأسئلة الوزارية أو أسئلة نصف السنة أنا لاحظتها أنه تجي اختيارات اختيارات إذا أجدتك الاختيارات طبعا هذا أسهل سؤال أنه أنت تشوف أحد الأختيارات موجودة عندك بالقطعة هنا تختارها أكو أشياء غريبة ما موجودة عندك بالقطعة هنا ما تختارها تختار الشيء الموجود هنا عندك فهاية بالبداية كأدوات رئيسية إليك حتى أنت يصل عندك يعني علم بيها تحفظها حتى بعدين من تجي تقرأ القطعة الخارجية يعني على الأقل أنت تعرف الأشياء اللي تدل على السؤال فالوات ماذا الوين مقام الهومن الواي لماذا الوين متى كم العدد كم السعر أو كمية أو كم المدة وهنا عندك أدوات الأفعال المساعدة إذا بديت أنت بالأفعال المساعدة لا رح يكون جوابك بعد مرات يسئلون بالسؤال إليك عن الموجود أنه العنوان طبعا العنوان أنت مرح تقرأ القطعة الخارجية رح تشوف شكو كل ما متكررة عندك مثلا كلمة father موجود هنا father موجود هنا father تقدر تقول the father مثلا هنا هنا موجود متكررة عندنا كلمة letter اللي هي الرسالة letter اللي هي الرسالة letter 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 موجود إذن أكتب the letter الرسالة مثلا موجود اسم john موجود هو اسم john أول قصة خص john أكتب john أكتب the john يعني أي كلمة أنت تكتبها هنا شو رح نسوي هس هنا كمثال القطعة الخارجية طبعا مو هي نفسها تجي في القطعة الخارجية هاي لا يعني غير القطعة خارجية بس احنا رح ناخذ مثال انت شون نتجاوب مثلا هس هنا بديت تقرأها انت حتى لو ما تعرف تقرأ لو ما تعرف المعاني يمكن تعرف لك كلمة كلمتي معاني واذا ما تعرف وهنا يعني دا تحكي عن بتها جون عمرها خمس طعال سنة هي يعني ابدا ما كانت يعني تحلم انه تستلم او تستقبل رسالة من ابنية بالهولند هولند نهاية السنة هي سافرت عبر القناة وهنا اخذت قطعة من الورقة كتبت يعني اسمها في البطل بعدين سوت يعني رمت او قذفت البطل في البحر بحيرة هي never thought لم تفكر of it again ان يرجع لها بعد عشر اشهر اشهر يعني اجتها رسالة من البنية البنية بانتظام بانتظام قررا انه يستخدم يعني البريد الرسائل بالبريد رسائل كان سعرها a little more شوية يعني اكثر لكن بالتأكيد ترابل فاستر انه هي تروح اسرع كانت تتضمن دعوة جون الى جون visit هولند انه زور هولند and stay there for a week وتجلس اسبوع جون told me اخبرت ني that she had accept هي وافقت على الدعوة طبعا هاي يعني قراءة للقطعة لكن انت ش تسوي اذا عندك كلمة تعرف معناها تخلي خط جواه تقول مثلا مثلا my daughter هاي تعرف انه ابني مثلا هذا جون انت تعرف انه هو اسم مثل 15 تعرف رقم 15 او مثل cross travel معناها يسافر اذا انت تعرف يسافر انه هاي منطقة وانه هو سافر اللي في هالشكل مثل عندك هنان 10 أشهر هنا عندك week اسبوع فانت تشرع الاشياء المهمة الموجودة هنا تبدي هنان شوف شكو طبعا انت بالبداية يروح للصح والخطأ حل الاسئلة مالتك يعني والاشياء اللي تعرف وبعدين عليك كيف تعال اقرأ القطعة الخارجية وحل الاسئلة الموجودة عنهم مثل السؤال الأول بدي جد يعني هنا اثنين هين كتب الرسالة بانتظام طبعا شوف السؤال مالتك باد بدي اذا سؤالك باد بدي يعني اكثر شي هي تجي بالباس اذا سؤالك باد بدي طبعا تريد تقول ياس لأن صحيح انها يشوف هادي هادي الكلمات موجودة هادي هنا طبعا تروح تشوف هاي العبارات تترك عف د هس وتروح لكلام هذا يشوف موجود عندك هنا بالقطعة يعني تقرأ قطعة حد ما اشوف موجود شوف اثنين هين كتب الرسالة بشكل المنتظم اذن هذا الكلام نص موجود هنا راح تقول ياس وتقول ذي لأن هذا البناات اثنين هن فتدل على ذي وترجع الد الموجود هنا ترجع ها ورا ال ياس لو كانت نفي تكتب لكن هي هس الكلام مضبوط انت راح تكتب ياس ذي د سؤال الثاني وير وانا قلت لك وير الدل على المكان يعني وين سافرت شوف فقال عندي هنا هاي الكلمة تترك طبعا الو تترك افو الو تترك بعدين تبدي تبدي اشوف هذا الكلام وين موجود عندك هذا الكلام تشوف وير هاي شوف هاي وير وير يعني هاي كلمة موجود هنا كلمة موجود هنا والكلام معنا هور اين تبدي من النقطة مين بدأ الكلام من النقطة اذا حد نهاية النقطة الموجودة عندك فأو تريد تكتب بس الجواب اذا انت تفتيهم وتعرف المعنى تكتب بس الجواب تريد لا يعني تبدي من نانة تقول وير وير ترايتر وير ترافل آآ 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 تدل على كل شي شنو اللي رمت هاي كلمة اصلا هي هاي موجودة عندك الو تحذف هي لان بتسؤال من يجيك اداة السؤال والفعل المساعدة تنترك شبقت عندك جون throw into the sea وين موجودة جون throw into the sea وين موجودة عندك هاي موجودة شوف طبعا بالماضي لان بس هنا بالماضي لان هنا احنا تاخذ رفع المجرد فمرجعيها الاصل بس هنا بالماضي تبدي من اول نقطة شي اللي هو يقصد ها جون من اول نقطة لحظ يعني من تترك الوات وتترك الديد تشوف هذا الكلام موجود بالقطعة هنان من اول نقطة الاخر نقطة تبدي تكتب بعد عندك وات the last letter content ماذا تتضمن الرسالة الاخيرة من كلمة content هاي كلمة content يعني تترك الشي اسم الوات الوات تترك the last letter content وين هاي the last letter شوفها هاي the last letter of her شوف content شوف an invitation an invitation an تبدي من النقطة هذي the last letter of her content بين friends طبعا content an invitation to جون to visit هولند شوفها متكمل كلام الموجود زين اهنا شنو اهنا اقول لك وين متى did john receive the first letter يعني شوقت انه هي استقبلت الرسالة كم يعني المدة طبعا عندي هاي المدة شوفها هاي المدة هاي ten month هاي receive the later هاي كلمة receive شوف هاي كلمة receive هذا الوقت مارته وما دام انت تعرف الوين الدل على الوقت او المدة الوقت مارته هاي ten months حتى بتكتب ten months هم صحيح الجواب آخر شي how long كم المدة اللي هي stay طبعا how long تنترك خلنشوف كلمة stay وينها هاي كلمة stay هذا الفعل stay اللي معناها يجلس او يستقر او يبعد هاي كلمة stay هاي كلمة stay فتبدي انت تبدي تكمل الموجود كله بتبدي ها عادية من النقطة الاولى لحد ما توصل هاي النقطة اللي هي اسبوع او دري تكتب بس اويك لان هي هاي اللي هي قدر على المدة وانت هاي stay عندك وها عندك الاسبوع تقدر تكتب اويك او تقدر تكمل كله من النقطة من النقطة هذي لحد النقطة لحد النقطة هذي كيف انت براحتك زيان يعني هسا انا جاي اقول لك انت من تترك اداة السؤال تترك ديد مثلا شوف المحتوى البقى شنو بالسؤال اتروح تشوف موجودة هنا عندك بالقطعة الخارجية تبدي من بداية الفاعل يعني من النقطة بداية الفاعل شنو لحد ما تنتهي الجملة بالنقطة الثانية بقى عندك بس العنوان هسا العنوان الكلام كله يحجي عن الرسالة شون استقبلته وشون اخدته كله اذا تقدر تكتب بنا ذا لأيتور انه هي العنوان الرسالة يعني القطعة الخارجية اول ما تبدي تقراها بعدين ترجع تقراها وتعشر على الكلمة اللي تعرف معناها بعدين تبدي هنا للاسئلة تعرف المعنى مثل where تثبي مها مكان what تسأل عن اي شي when متى عن الزمن عندك how long شنو المدة بعدين خل اشوف اكو فعل مساعد did is are was where اكو بادي نفعل مساعد حتى انا اجاوب yes or no بعدين تبدأ على كيف تحل تبدأ على كيف تحل الخارجية